وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة اتخاذ إجراءات تخصيص R3 وتسليم وحدات للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية تحفيزاً لهم على الاستقرار وكفاءة العمل والأداء هذا وكلف مدبولي الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة بسرعة اتخاذ مختلف الإجراءات المتعلقة بالوحدات السكنية المتاحة للتخصيص وأعرب عن سعادته وفخره بنجاح انتقال خمسين ألف موظف إلى المقار الجديدة لمؤسسات الدولة بالحي الحكومية دون أن يضار موظف لافتاً إلى الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى لإسكان موظفين بواقع ما يقرم من عشرة ألاف وحدة سكنية